تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهدنا أبو القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين رفع معالي فيها إلى مقام سموه باسمه ونيابة عن جميع منتسب قوة الدفاع البحرين أسماء آيات التهاني وأطيب التبركات مقرونة بأصدقي أمنيات الخير بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة الدفاع البحرين الباسلة والذي يصادف الخامسة من فبراير هذا وأكد معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين في برقيته أن منتسب قوة الدفاع البحرين وهم يحتفلون بهذه المناسبة الغارية على قلوبهم يستذكرون فيها النهجة النيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه ومساعيه الخير وعطائه لمحدود نحو نهضة العسكرية في وطننا الغالي على قلوبنا جميعا دعينا الله علي القدير أن يعيد على صاحب السمو الملكي ولي العهد نائبي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيسي مجلس الوزراء هذه المناسبة العزيزة عواما عدة وازمنة مديدة وهو ينعم بموفور الصحة والسعادة وعلى وطننا الغالي بالتقدم والخير والزهارة وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حافظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ضمنها سموه خالص الشكر والتقدير على الجهود المتواصلة لمعاليه وأكفت منتسبي قوة دفاع البحرين لرفع مستوى الجهزية القتالية والإدارية لقوة دفاع البحرين الذي مكنها من المحافظة على سيادة وأمن والسقرار المملكة مؤكد أن سموه بأن قوة الدفاع بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه سوف تبقى موضع اعتزاز وتقدير وثقة مع العمل الدووب على تطويرها المستمرة للتعامل مع مختلف المنظومات العسكرية وأحدثها لتضاهي أفضل الممارسات الدفاعية المتقدمة وتواكب كل ما يستجد في مختلف المجالات العسكرية والتقنية مجددا سموه لشادة بما يبدله منتسبه قوة دفاع البحرين من جهود كبيرة لتطوير مسيرة هذا الصرح العسكري الشامخ منذ مرحلة التأسيس وحتى اليوم ساعلنا الله تعالى أن يحفظ معاليه وأن يسدد على طريق الخير خطأه ترجمة نانسي قنقر